طيب، كابتنا أحمد دايماً الكلام على سلاث الوسط يعني دايماً محور أداء منتخبنا هو سلاث الوسط مين سلاث الوسط؟ هم حمد فاتح النيني السلية ولا تشيل واحد منهم وتحط لعب مثلاً بإمكانيات زيزو أو تريزيجي لو هتلعبه في نص الملعب يعني ولا أفشا تلعب إزاي؟ تلعب في نص الملعب ومبارات القرية تحديداً يبقى واجباتهم وأدوارهم وأسماعهم إيه كمان؟ فعلاً يا كريم السؤال مهم جداً وأكيد ده اللي هيغير لك محور اللعب ده اللي هيغير لك محور اللعب ده اللي هيخليك تلعب تطلع بالكورة عشان كده أنا بتمنى لو هتلعب، هو بلعب بستة وتمانية أنا على طول قدامهم السلية والنيني وتحتهم حمد فاتح عشان كده أنا بتمنى أن يزيزو يلعب يبدأ وأنا بشوف أن المهام بتاعت النيني أو حمد فاتح هي مهام واحدة يعني لو عايز تلعب بستة يا النيني يا حمد فاتحي كده كده السلية هيلعب بتمانية وأتمنى أن يزيزو يلعب لأن يزيزو هو الوحيد اللي بيأخذك من بوكس تو بوكس هو اللي بيطلع بيك بالهجمة من تحت وبيطلع بيك صح وبيقدر يسبب خطورة بيعمل زيادة عددية على فريق السنغال عشان كده هنعمل أتمنى لو هيبدأ مثلا بالثلاثي نص الملعب يحمدي ينني ويلعب بالسلية ويلعب بزيزو لكن أتوقع أن الرجل هيلعب غير كده هيلعب بحمدي والسلية والنني دي الطريقة الوحيدة اللي ممكن تطلع بكورة دي الصعوبة اللي احنا كنا بنواجه طريقة الخروف بكورة من أن أنت أول ما بتطعب كورة لازم تنقل تطلع على نص الملعب إلا بعض الفترات أنا شايف أن الرجل تضم أفشا وأفشا ممكن بعض الوقت ممكن لعب تمانية يعني ممكن لعب تمانية ولعبها في الأهلي برضو في وقت ملاي وقات لكن أفشا ممكن يبقى تغيرة ممكن يبقى تغيرة مع أن صلاح مش كل ما هنقطع كرة هنلعب على صلاح لأنه زي ما شفنا في مبارات السنغال الأخيرة ضد فريق السنغال صلاح أول ما بينسو الكرة هتلاقي 3-4 ضغطين على صلاح لازم في حلول هجومية من ناحية تانية لازم يحل زيزوي بحل هجومي لازم فتح مفتاح لعبه مهم عمر كمال يبقى مفتاح لعبه مهم هتلاقي كل التركيز واخد صلاح واخد 3-4 لعيبة معاه كل تركيزهم مع صلاح احنا ممكن في الوقت ملاقوات نشتغل على المرموش نشتغل على تريزيجيلا ونزل تغييرها برضو مهمة اكيد احنا عندنا مفتاح لعبه يمكن زي ما قلت لحضرك لازم نشغلها كويس وهم اكيد فريسن غال دارسنا كويس ودارسن أكوة خطورة عندنا يا محمد صلاح لازم نشغل مفتاح لعبه تانية تقدر تفرق معنا في المبرو مع فكرة زيزوي دي برضا كابتنو أيد ولا مع السلسة التقديدي حمد فتح عمر السلية لا مع فكرة زيزوي لان هو النهاردة هو بيلعب بتلاتة تحس ان هم التلاتة شبه بعض قوي يعني لما تيجي تتكلم على حمد فتحي والنني والسلية التلاتة شبه بعض فالتلاتة مدافعين يعني يعني صرف يعني هم التلاتة دفندرات فانت النهاردة لما تحط واحد يعرف يدافع ويعرف يهاجم زي زيزوي او امام عشور خد بالك يعني لازم يبقى فيه اختلاف في التلاتة لاني خد بالك لما تيجي تلعب تلاتة دفندرات مع بعض فأنت كده بتقول إيه لا ده أنا بدافع في نص الملعب عشان أقفل مساحات لكن المشكلة مش في كده المشكلة أن أنت لما تيجي تستلم الكرة وتطلع لازم بقى فيه عندك لعيب الكرة وعندك حلول وعندك سرعات تقدر تطلع بيها وده اللي أنا كنت بتكلم عليه فده اللي يقدر يشتغل بيه زيزو وممكن إمام عشور ما يبقاش التلاتة شبه بعض فأنا أتمنى ويقافش برضه زي ما قال أحمد كده ممكن يبقى تغييرها على حسب راية المباراة بالترزيجي ده أنا بتكلم إن هو يلعب أساسي يعني ما يبقاش حتيرتي. ما إذنة عندك ترزيجيه متعلق في الفترة الأخيرة. عمر مقموش متعلق في الفترة الأخيرة. ما ينفعش يصدق لهم لاتنين في الملعب? نا. اللاتنين ما ينفعش في الملعب. لأن هما اللاتنين بلعبوا في حتة واحدة. ما ينفعش حد يلعب في التلاتة. لو واحد فيهم لاعب في التلاتة مش هيعرف يلعب لأن التلاتة اللتنين عايزين ساحات. هو لو لو اشتغل في قلب الملعب مش اعرف اشتغل. عكس زيزو. وعكس امام. لأ زيزو يعرف اشتغل في قلب الملعب. يعرف اشتغل مع التلاتة. امام يعرف اشتغل مع التلاتة. لكن تريزيجي وعمر مرموش لا ما اعرفش اشتغل مع التلاتة. هو دي وجهة نظري. تمام. تريزيجي كابتنو قلت فعلا لما لعب تمانية ما قداش المرضود زي ما هو بلعب مباراة المنتخب النجير. بس مباراة المنتخب النجير. انا بس هفكرك بشوات حاجات. مباراة المنتخب النجير هو كان لسه راجع من الاصابة تماما. اوكي. يا دوبك كانتشارك في جزء صغير في مباراة الاسطن فيلا. فما كانش اصلا جاهز. لكن لو لعب تمانية او جناح ما كانش بقى جاهز. بقى جاهز اكتر مع نهاية البطولة. بقى جاهز اكتر في الفتحة الاخيرة متقلق جدا في الدوري التركي. ولو تفتكت ريزيجي بداياته مع النادي الاهلي كانت نص الملعب في مركز رقم 8. اه طبعا بعد كده ملعب عاش خالص في اوروبا. بس هو يعرف يلعب في نص الملعب. بس بس يا كريم. الترزيجي على طول بيعمل اللي هو بيجي بيكمل كفروة تاني. يعني على طول من الناحية العكسية. على طول بتلاقي في الثامناشة عطلية بالستة. وجاب منها هدف. يعني جاب منها هدف لما صلاح عدى وعملها بالعرض. ترزيجيك بكمل في روة تاني. في حالة نزول مصطفى محمد على نص ملعب. دي مهم بيطلبها منه مستر كيروش. ان هو ينزل على نص الملعب. يعمل زيادة عددية في نص الملعب. طريقة اللعبة دي بيعتمد على طرفين الملعب. يبقى فيه سرعات. لكن اكيد ترزيجيك اللعب مهم ومفتاح لعب ومهم من المنتخب. لكن اللي انا كنت بتمنى برضو ان انا مصطفى محمد ومروان حمدي بتحسن اتنين هما نفس اللي ستايل نفس اللعبة. عشان كده كنت بتمنى ان الشريف ما موجود. ان انت بافترة من الفترات انت هتحتاج ان انة تنعب بحد ما بين السردبكين. يعني ما بين السردبكين ف...